أهلاً بحضراتكم بعد الفاصل كلام بيجيب بعضه والزمن بيرجع بينا وربنا يديك الصحة والعافية يا كابتن شاك انت ذكرت الكابتن شيوه قبل الفاصل كابتن شيوه كان بيضربني انا اضربت على ايديه هو كابتن حنفي شعراوي طبعاً ودول كان بيضربوا ناديو شمال القاهرة اللي انا كنت بالعب فيه وكان فيه عم معانا لعيبة عزماء بس حظوهم انهما ما كملوش وزم انت بتقول ايه دي اقدار فالكابتن شيوه كان بيلعبني وانا كنت لسه سهير يقول كان بيجرأني ان انا ألعب على الفريق مع الفريق الاول وافوت وادضرب واقوم وعد خلاص تعودت على كده الكابتن شيوه هو لداك الساك انك روح تلعب بقى في الفريق الاول اه انا يمكن اول مرة كنت لعب في الفريق الاول واحنا بنتمرن كان ماتش مع الزمالك كان ماتش ودي كانش لسه الدوري رجع انت يبقى كنت بتعدوا الشارع فبنعد الشارع فجيت اه في الشوط التاني لعبني فقما كان ابني قال لي بص انت هتنزل تلعب ولابت باكرايت باكرايت اه اه عايزك زي ما بتلعب في التمرين العب هتحملش هم اي حاجة تاني بيضيغ الثقة بقى بعدها كان مباشرة ده كانت فترة الاعداد جينا اه استقنا في الدوري تاني بقى واحد وسبعين تين وسبعين واحد وسبعين اللي المحلة اخذت اول الدوري ده لا اللي قابليه اللي هو سبعين واحد وسبعين اللي حصل فيه المشكلة بتاعة ماتش الاهلي والزمالك اه براهيم الدسوق انا وتلغى بتاعة ماروان بتاعة ماروان وبراهيم الدسوق اللي ارحم اه 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 فكنا كنا مسافرين اسكندريا الماتش كان مع الاتحاد اه واحنا فالانا يعني ناشئ برضو معانا فتاحا ما كنتش خايف انت بتلعب مع الفتاحلي الكبيرة دي ولا عشان انت عودت انت بتشوفهم في النادي وبالسلوم عليك وعارفينك والكلام ده اه دي كتني ايه ادتني فرصة عشان اتمنك الرهبة شوية وسكينة في ان انا ايه مش خايف من حاجة نعم ولا خايف من ده ولا خايف من ده اه وبتلعب فبس ما كنتش بتواقع ان انا هلعب لان طبعا اللي كانوا بيلعبوا في نص الملعب باستمرار مثلا كانت كابتن ابراهيم الدكابتن ابو العز الحملاوي يعني كانت مجموعة كبيرة يعني كنا عدد كبير في نص الملعب فهو احنا في اسكندريا في دربكة كده وكلام ازاي وفين الكرنية ومش الكرنية انا الكرنية بتاعي مع فرقة النشئين اه فلاقيت اه عم الشيوي وكابتن حمزة بيكلموا الاداري كان معنى الاداري عم ابراهيم داود الله يرحمه اه الله يرحمه اه ده كان الاداري الوحيد اللي في النادي زي الاندية كلها كان عندهم اداري واحد دلوقتي في خمس تلاف اداري في جهاز في الاندية فاا يا عم ابراهيم الكرنية كانك طبعا اه بالشيق يزكر عم كابتن ابراهيم داود دا كان حارس مرمى الترسانة ايو ايو لما خدنا كاس مصر نباعه خمسين ما شاء الله فاااااااااا الكرنية مش الكرنية قال دا انا نسي نجيب الكرنية بتاعو قالك حد يرجع يروح يجيب الكرنية ا انا يرجع من اسكندريا يرجع من اسكندريا ده بيخدلي حوالي أربع تيام كنه بطالة يعمل عمرة أنا بقيت مستغرب ايه بتخنقوا ليه أنا كل تفكيري ممكن تبقى ايه احتياطي أو ما تلعبش انت مسافر بقى انت قبلها بيوم بقى كانت الخناقة دي قبلها بيوم بعد ما وصلنا المهم هي قالوا ايه طب نشوف مين في مصر ممكن يجيبه فاتصلوا كان الله يرحمه الكابتن حسن رفعت ايه الله يرحمه يا سبيل في مصر وكان مصاب وحييجي بكرة يتفرج على الايه علمات شاولو تعالى بدروا هات معك الكرنيه فقالولوا عد يخد الكرنيه من النادي من النادي فاخد الكرنيه فلما جينا وانزلنا وبنسخن وكان الحكم في اليوم ده الله يرحمه كابتن ابراهيم الجويني الله يرحمه يا سبيل شوف يعني انا بقول ليه كابتن ابراهيم الجويني احنا بنلقى في اسكندرية والحكم من اسكندرية عادي عادي جدا فبعد اما سخننا فبيقولولو احنا معانا ناشئ وكذا كذا والكرنيه لسه ايه مجاشي مجاشي احنا ممكن نكتبلك تعهد اه ان لو في حاجة خدوا اللاعب ده عادي احبسوه فقال لهم لا انا لازم ايه نطلع على الكرنيهات فخلاص لقيت ما كانش لسه كابتن حسن رفعة جهة فهو احنا خارجين في ملعب الكلام ده كان فين في التحادسكندرية في ملعب التحادسكندرية الكديم الصغير اللي في الشعب الصغير اللي يجيبوك كنت وانت جنب الخط فخلاص خارجين مش حلعب بقى وحدك غيري حيلعب زعلت انت بقى خلاص وانحنا داخلين القوضة حسن رفعة الله رحمه داخل انا جبناك كرنيه جبناك كرنيه جبلك زيارة ودي كان اول بدايتي وطبعا كنت مكلف طبعا ساعتها في الوقت ده برضه على انك حتواجه انت اللي بتواجه مين وتلعب قدامه كنت بتلعب على قدام مين ربنا ديله الصحة والعافية تعملنا مع حلقة اينا جميلة بتلعب مع واحد من اكبر نجوم وكان بيلعب منتخب افريقيا وكان شيحتة من هو شيحت لا 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 لعب بسم الله ما شاء الله ربنا ديله الصحة والعافية حاجة تفرع فطبعا يعني الحمد لله حتى ربنا وفقني في ان انا ده كان اول مبارا لك دي كانت اول مبارا بعد ما خرجت المبارا دي مين اللي قابلك من المدربين وقاللك مبروك يا شاكل انت انت لعبت بكرايت لا دي مع الاتحاد بقى البكرايت دي في الماتش الودي مع الزمان لكن دي لعبت في نص الملعب قدام الكابتن شاحت كان مين بيلعب جنبك من نجوم الترسانة كان جنبي كان كابتن ابو العز وابراهيم الخليل لا كان الكابتن ابراهيم ساعت عشان انا حلق في نص الملعب بلعبوه لبرو لبرو ورع عشان هو عنده الهدوء شوي كان عنده الهدوء وعنده برضه القيادة عنده في الملعب نعم والرؤية لكابتن ابراهيم الله رحمه كانت حاجة يعني جميلة وكان كابتن محمود حسن كمهاجم وكان الجمل ربنا يدير طنط العمر والصحة فاكر الفرقة دي الفرقة دي طبعا دا حسن علي يوجا كابتن حسن علي اللي في الارض كابتن مصطفى رياض كابتن حملاوي كابتن محمود حسن شاكر عفتاح فوقية على طول المرحوم طبعا دا كان من احسن لعبة نص الملعب كابتن فتح بيومي اه طبعا رحمة الله عليه كابتن ابو العز كابتن همام الشريف الدكتور اشرف الالفي كابتن خيري كابتن فرقة الله يرحمه كابتن مصطفى منصور اه ما شاء الله كانوا عماليقة انا كنت اصغر واحد في الفرقة اقصر واحد ولا اصغر واحد اصغر واحد اه انت كنت تلعب كمان عاديين جمك واحد زي النجم الكبيرة والكابتن مصطفى رياض والكابتن محمود حسن اه الصورة دي ما كانش فيها كابتن شازلي ليه اه ما نقتلسة هقولك اه لان الكابتن شازلي كان في الفترة دي كان لما الدوري كان واقف راح يلعب في الكويت في الكويت اه في النادي الشباب الاحمدي ايوا وبعدين لما استأنفوا الدوري جه رجع فكانت النظام ساعتها ايه لازم يجيب الاستغناء من الكويت واتمدها لوش اه فكان القوانين انك تقعد ثلاث شهور ما تلعبش ما تلعبش اذا بدا ما فيش الاستغناء لكن بعد ثلاث شهور اذا ما بعتوش الاستغناء تلعب تلعب اوتوماتيك فعشان كده ما كانش موجود في الصورة دي كان الثلاثة شهور دول كان عليه حكم انه يقعد ما تلعبش يعني اتصورته من وراه يعني اه تلعبش